المواجهات المسلحة تتجدد في مدينة الحديدة مهددة بتقويض السلام الهاش الذي تعيشه المدينة الواقعة في الساحل الغربي لليمن والذي جاء بعد التوصل إلى تفاهمة السكولم التي رعتها الأمم المتحدة قبل أربعة أشهر فقد شهدت ساعة الماضية مواجهات بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق التماس بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وميليشيا الحوث الإنقلابية وسط وشرق مدينة الحديدة جاء ذلك في أعقاب إطلاق الميليشيا عشرات قذائف الهون من الأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرتها باتجاه الأحياء الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية في الجزء الشرقي من المدينة وتركز جزء من هذا القصف على مجمع إخوان ثابت الذي من المقرر أن يستضيف اجتماعاً للجنة التنسيق المشتركة وبحسب مصادر ميدانية فقد شهدت لحظات القصف المكثف الذي قام به الحوثيون محاولات للتقدم صوب المواقع الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية داخل مدينة الحديدة لكنها منيت بالفشل وتكبدت جراءها عدداً من القتلى والجرحى وفي مديرية التحيطة الواقعة إلى الغرب من مدينة زبيد تصدت القوات الحكومية لهجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقع هذه القوات وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات وبحسب مصادر ميدانية فقد استهلت الميليشيا هجومها بقصف مكثف في قذائف الهون على مواقع القوات الحكومية ما تسبب في إلحاق أضرار في ممتلكات المدنيين وسياسياً يعقد كبير المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد الاثنين اجتماعاً للجنة التنسيق المشتركة في محاولة لإنقاذ خطته المعدلة بشأن المرحلة الأولى من الانسحاب طبقاً لاتفاق السوكهلم وتهدف الخطة المعدلة إلى تأمين انسحاب للحوثيين من ميناء الصليف ورأس عيسى مسافة خمسة كيلو مترات في غضون إسبوع على أن تحل محلها قوات مراقبة محايدة في مقابل تراجع القوات الحكومية مسافة كيلو متر واحد في المدخل الشرقي لمدينة الحديدة وهي الصيغة التي قبلت بها الحكومة مؤخراً المحاولات الحثيثة من جانب لوليسجارد لإنقاذ خطته المعدلة لا تزال تواجه بتلكء من جانب الحوثيين الذين أظهروا منذ اللحظات الأولى لبدء سرايان وقف إطلاق النار عدم الجدية في الانسحاب وفقدان مدينة الحديدة والموانئ على نحو ما يقضي به اتفاق السوكهلم